مات المقاول فمات معه أمل أكثر من سبعة آلاف عائلة في النجف بدخول هذه المدرسة للخدمة خلاف بين هيئة أعمار المحافظة وأذوي المقاول المتوفي تسبب في إيقاف عجلة العمل بالمدرسة على الرغم من بدئه منذ تسع سنوات لتضاف إلى سلسلة هذه الهيئة المتهالكة للأبنية المدرسية المتلكة هذه المنطقة لا بها ولا مدرسة حكومية فقط هذه البنائية هذه البنائية باشروا هيئة الأعمار بنائها وضع حجر الأساس في سنة 2014 في 2019 باشروا مقاول بإنشاء هذه البنائية كملها نسبة 90% وصلت مرحلة 90% المقاول توفى صارت مشاكل بين هيئة الأعمار وعائلة المقاول ومن 2019 لحد الآن دعاوا بالمحكمة ومتوقفها هذه البنائية هذه المدرسة تخديم تقريبا سبع تلابيت وهي مفيدة جدا لهذه المنطقة تعرف أن آثار الكهرباء قبل أيام هذا في الخطأ الله يرحمه توفى وتفيد الأهالي حتى لا تكلفهم بالمدارس الأهلية دوام مزدوج ثنائي وأحيانا ثلاثي الأوقات في اليوم الواحد تشهده مدارس النجث على مختلف مراحلها تربية المحافظة كشفت عن تلكئ عدة مشاريع لإنشاء المدارس لأسباب مالية منها تابعة لوزارة التربية ضمن مشروع رقم واحد الوزاري الذي يضم 38 مدرسة ما زالت متوقفة منذ عام 2011 لدينا تلكئ في مشروع رقم واحد والقروض الصينية وتنمية الأقاليم مشروع رقم واحد طبعا هو مشروع مرتبط بالأمانة العامة للمجلس الوزراء وهذا المشروع في المحافظة 38 بنائية مدرسية موزعة على ثلاثة مراحل مرحلة العقدة الذي كان بين وزارة الصناعة ووزارة التربية وأيضا متلكئ تماما 100% في المحافظة وهناك عقدة بناء الجاهز والهياكل الحديدية هذه المشاريع الثلاثة لحد الآن لم يكتمل منها إلا ما يقارب خمس مدارس ولا تقتصر مشاكل قلة الأبنية المدرسية على مركز المحافظة فقط بل تتعدى أيضا إلى الأقضية والنواحة التابعة لها ما يولد وبحسب تربويين مشاكل أخرى في مقدمتها ضعف العملية التعليمية أكثر من 500 مدرسة تحتاجها النجف لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية والقضاء على الدوام المزدوج وفق مديرية التربية التي أكدت أن تزايد أعداد الطلبة سنويا يحتاج إلى حلول حكومية أوسع من قدراتها من النجف محمد رزاق التغيير